أما هلأ ليلى خلونا ننتقل لليوم التالي مع زميلتنا سلمة عودة الموجودة بحلب ليكونوا بذكرى انتصار حلب الذكرى السابعة لهذا الانتصار خلونا نشوف اليوم سلمة وين متواجدة وشو حضرتنا لليوم يسعد أوعدكم مشاهدينا ومشاهدي برنامج صباح نغير نحن حاليا متواجدين بالمدينة القديمة لنطلع على الأسواق التي تم ترميما مؤخرا والتي ما زال البعض منها جاري العمل في الترميم ومعي لست أحمد كبه من الأمانة السورية للتنمية وهو مدير وحدة مجتمعات حية وقوية يسعد أوعدك أستاذ وأهلا وسهلا فيكم بالمدينة القديمة بسوء الحددين تحديدا أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش مع حضرتك نحن حاليا سوء الحددين سوء الحددين هذا يمتد على جانب المسجد الأموي يتألف من 38 محل أضراره كانت كتير كبيرة بفترة الحرب تدمر تقريبا 70% منه المجتمع المحلي اللي هن عبارة عن أصحاب المحلات قاموا بعملية الترميم تقريبا بشكل كتير كبير صف جزء بسيط هو عبارة عن الأبواب وعن سبع محلات ما ترممت بالإضافة للمظلات والطاقة البديلة تماما هلأ الأسواق هون مرتبطة يعني تقريبا نحن هون عنا سوء الحددين بعده سوء الحبال تماما وسوء الخيش والسقطية كله بنفئنا بعض ويعتبر هو سوء الحددين هو الشريان الرئيسي لمداخل أسواق حلب القديمة أو للشارع المستقيم تعديدا تماما نحن مجاور الجامع الأموي تماما على يسارنا الجامع الأموي الكبير نحن بنعرف أنه العمليات مازالت قائمة بالجامع الأموي وكل أهل حلب يقولون أنه عندما يعود الجامع الأموي تنتاش الأسواق أكثر الألو دور لأنه هو معلم كمان بالأخير الناس تقصده وقت تقصده وتجي بتتسوق وتتفرج على الأسواق الموجودة وباعتبار هو صلة الوصل الرئيسية ما بين المدينة العادية والمدينة القديمة سوء الحددين فهو فيه الضغط عليه بالعادة بتكون بالأيام العادية حاليا نحن انتهينا من المشروع بشكل كامل جاهز صار كبونة تحتية كبواب كمظلات كترميم داخلي حتى نحن كله جاهز عندنا فيه عندنا إشكال بسيط هو عبارة عن ترميم جدار المسجد تأثر بالزلزال هلأ عبتصير عملية ترميمه ولذلك صار تأخير في عملية فتح المحلات كل المحلات جاهزة بالمطلق نعم حاليا المحلات لسه ما فتتحت بسوء الحددين ولكن موجودين طبعا خلينا نقول الأصحاب المحل هم يجوا يشتغلوا يشوفوا أمورهم تماما دور الأمان السورية كان هون دوره كتير قوي في مجال أني تشكيل لجنة من سادة تجار طبعا بناءنا طلبهم بالتشاركية بين الأمان السورية لتنمية وغرفة تجارة حلب تم عقد عدة اجتماعات مع سادة تجار انتخبوا لجنة لتسيير أمور السوق يعني ايش في شيء عالق بالدوائر الحكومية طبعا هي اللجنة مكلفة بي هالأمور تماما الأستاذ تعرفنا فيه أستاذ محمود خوجة رئيس لجنة سوق الحددين هو الشخص النشيط اللي يشتغل من البداية هنه كمجتمع محلي هنه نقاموا بالترميم وهو بشرحة تكون هالأمر يعطيك العافية سعدة وقعدة الله يعافيك يا أهل خبرنا أكثر عن عملكم ودوركم بالترميم الأسواق عملنا هنا بدنا نحن هنا وقت ما بعد ما تحررت حلب من 2000 وبلشنا في 2017 تقريبا هنا صار في عنا شوية معوقات يعني منهم الحمد لله جاوزناها بفضل مساعدة الأمانة السورية وغرفة التجارة الحمد لله أمور تحسنة وصلنا لمرحلة الأعمار وصلنا للتجار استنفذوا ما تم معهم مصاري دخلت الأمانة السورية مشكورين ساعدونا بين البنية تحتية وأبواب ومظلات والحمد لله بس صار في عنا مشكلة الجدار هنا الجدار الجامع الغربي جينا نفتح بلشوا فيه بعماره هوني سأسر بالزلزال عم نستنى كل يوم التاني أنا التقريبا كل يومين بجي بطلع على وين وصلوا يعني عم نستنى بفارغ صور نرجع لأسواقنا نرجع مثل ما كنا أولا آمين يا رب آمين يا رب الله يسلمك يعطيكم ألف عافية شكراً إلاك أهلا وسهلا شرفتوا أستاذ أحمد خلينا نكمل جولتنا يعني مثل ما نحن شايفين قلت لي حالياً الأسواق المتاخمة مين من الأسواق المتاخمة بدأ العمل فعلياً الأسواق المتاخمة اللي بدأ العمل هو سوق الحبال سوق الحبال وضم 57 محل كمان هو صلة وصل بينه بين عدة أسواق تانية هو خلف المسجد الأموي مباشرةً هو بربط سوق الخيش مع سوق اسمه السرماياتية زائد السقاطية كمان منقول أن سوق الحبال كمان تتسر بفتحة الجدار تبعت المسجد الأموي رغم ذلك هلأ بتلاحظي أني فيه عدد لبأس فيه عم يشتروا بمحلاتهم لحصي يمكن السيد محمود رئيس اللجنة رئيس الجنة السوق أني كل يومين ثلاثة أنا فعلاً بشوفه بجي بطلع وين وصل المشروع يعني هنين قلبهم على محلاتهم قلبهم على شغلهم وريدين يرجعوا لأسواقهم مثل ما نشوف حالياً طبعاً أعمال الترميم اللي ما زالت موجودة تقريباً المحال شبه منتهية منتهية بالمطلق 38 محل بالكامل بالكامل منتهية من كافة أعمال الترميم أعمال ترميم داخل المحلات أعمال الترميم كأقواس عجرية كأسقف كمظلات حتى منحظة الطاقة البديلة البونة التحتية كلها جديدة تم تنشيز البونة التحتية كهرباء مي صرف صحي هاتف الأمور كلها جاهزة للعمل ولكن التأخير صار بسبب أعمال الترميم للجدار الغربي حالياً أيضاً من الأسواق المتاقمة غير سوق اللحبان في سوق الخيش سوق الخيش باشرنا فيه بالمرحلة الأولى المرحلة الأولى هي عبارة عن جسم السوق بالإضافة للواجهات الحجرية وصلنا تقريباً حالياً للأخير بيان عنا أربع خمس محلات هي كمرحلة أولى كمرحلة أولى انتهينا مننا نشوف أحد المحل اللي فتح تماماً يعني بادرة رائعة وهنا متحلقين كتير في محلاتهم يعني رغم الغبرة رغم الصعاب الموجودة ربما ما يكون في زباين بس هو ما حبته لمحله أكيد خلته يفتح بشكل يومي أنا بلحظه هو وشخص تاني فتحت تحت صابون غار يومياً بتشوف كيون هنا يعطيك العافية ممكن أن أخذ نقطك ديقة تعرف بحضرتك مجد الدين أحلى وسهلاً فيك الله يسلمك يا رب الله يعفو أي محلات تكون من زمان من أيام الوالد من أيام الوالد نعم يعني تقريباً فينا نقول يعني أنت توارست المهنة يعني تقريباً بتثموار لضيافة لضيافة الوالد لحد الآن موجود بس العمر له دور يعني الله يطوّل بعمره ربع ساعة بيطمّن علينا وبيمشي كيف أحوال السوق بعد ما الحالي أنا أحوال السوق إذا ما خلص حيط الجامعة يعني لسه بنقول إن شاء الله أحسن بس لسه يعني الإجر مدام خلص حيط الجامعة إن شاء الله الإجر يعني بتكون لأيام الجاي أفضل وأحسن ما حيك رجعت المحلات حالياً كلها جاهزة بس الحاضي يعني بيطلّع الغبرة لسه يعني موجودة هلا بشكل يومياً عم بيشتولوا هون يعني صعب حالياً بس عنا الحجي دقاء قاديمة فإجباري الله يخلي لكم يا بالعكس هو كل شي بيبدأ مثل ما بنقول خطوة خطوة إيد بإيد يعني أنت وجودك مجرد وجودك هون بيعطي دافع لغيرك يمكن من التجار نعم من مئة بالمئة هذا الشيء أكيد نعم وكيد بنندل كل الناس يلي عم بيشوفونا يمكن مو كل المحلات مفتوحة بس اللي بده ضيافة يجي شو رح تسمو المحل والله حالياً 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 يعني عن المبدأ الكنية عن المبدأ الكنية حومد للضيافة حومد للضيافة مقابيل طبعاً نجامع الكبير وأكيد بسؤول حدادين شكراً 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 يعني ملاحظة مدى التعلق في محلاتهم هنين كانوا يتواجدوا أثناء عملية الترميم بشكل دائم أنا أكون متواجد أشوف سبعة ثمانية عشر أشخاص مصحابين المحلات يجو في منهم يجيبوا كرسي يحطوه قدام المحل بانتظار أيمت بخلص يومياً السؤال المعتاد أيمت رح يخلص إن شاء الله بيخلص قريباً إن شاء الله حالياً وصلنا على سوق الحبال على اليسار هلأ هنا عقدة هنا عقدة بتصل بين سوقين هنين على اليمين هو سوق الخيش هذا اللي عم يشتغلوا تماماً تماماً هذا سوق الخيش اللي بربط مع ساحة الفستو وسوق المجهدية وعلى الشمال هنا عنا سوق الحبال اللي انتهى كمان بالألفين وثلاثة وعشرين ترميم أعمال الترميم ملاحظة أني في محل وتجار في عدد لبأس في يوم التجار رغم أني لاحظتوا أني الطريق عاد صعب أعمال الترميم اللي عبتصير غبرة وزريقة وحجر كبير بيعيق عملية الدخول الزبائن رغم ذلك الشباب فيتحين وشيخ الكار موجود بشكل دائم حتى وقت كان المحلات مضروبة كان موجود يسعد أوقاتكم يعني تكون عافية تعرف بحضرتك جمال حبال أهلا وسهلا أحمد حيدر أهلا وسهلا يعني هاي المحال قديش اليوم مهم أنه نحن شفناها رجعت من أول وجديد حضرتك شيخ الكار يعني خلينا نحكي شوي اليوم عن من أول ما بلشته ومثل ما قال الأستاذ أحمد لحد يتما رجعته مرة تانية والله أنا من الفين وتساطعش فيتح تقريبا نوني يعني كان ما في حدا فيتح الحالي يعني فيدي بعد ما رممونا السوق يعني رجعنا فتحناك المحل إن شاء الله سؤال الحبال تبقى لحي المهنة أيوة فيه نحنا شايفين خطال القنب كان وحبال القنب كنا الأول نشتغله بس هلا قلبي تعريبا على قنب نايله مولستيريك شيء كل حي الأنواع أيها الأنواع ليف كذا هذول الليف كمان مشان حمام مشان مراجيح كمان مشان تقريبا كل المحار رجعت لأ لسا ما رجوا يعني الساعة ما رجوا يمكن عشرة بالمئة عشرة بالمئة إن شاء الله بهمتكن بيرجع إن شاء الله إن شاء الله بقى هو لدينا فتح علينا القرياف بمشي الحال إن شاء الله حضرتك أيضا نص نحنا كنا بس سما فتحنا بس لحجب هنا يلا الله يقويكم إن شاء الله بتفتح إن شاء الله شكرا هذا السومات ما بتلاحظي أني 57 محل محلات صغيرة هي وطبعا عريقة وقديمة جدا لحظي تنوع الموجود فيه تنوع موطة بعيبه أصدوه كل الحلبية بجوله هون بيغضوا إن كان ليف أو كياس تافريك أو مكرميات أو هالشغلات نحن من فترة قبل ما يبلشوا بجدار المسجد الأموي وصل عدد المحلات التي فتحت هون أكثر من 30 محل ولكن عملية الترميم اللي عبت صير بالجدار الغريبي للمسجد الأموي هو الإعاق عملية فتح البعض أما نريد كل شي هاي البناء التحتية جاهزة الكهرباء موجودة نحن هنا فيه الكهرباء موجودة بشكل دائم يوميا من 10 الصباح لل7 المساء وعندهم فرصة رائعة جدا الأغلب عبستغلة هي مرسوم التشيراء 13 الصادر عن سيد الرئيس بالأفاءات الضريبية لغاية عامل 2027 وما قبل مع فيين كمان عنه هذا جهد كتير كبير يعني اللي قامت فيه الأمانة بالتعاون وبالتشبيك مع غير جهات قبل ما نختم اليوم الرسالة بتحب توجهها للمجتمع المحلي ولكل الجهات أيضا المشاركة تماما المجتمع المحلي له الدور الأكبر هو في عملية أني ربط العمل بالاقتصاد بالسياحة بالتجارة الغاية الأساسية أني إعادة هالأماكن التاريخية للاستفادة من عدة مجالات مجالات سياحية والتجارية والاقتصادية عودة الروح البشرية أكيد شكرا لك أستاذ أهلا وسهلا يا مرحبا شرفتونا نورتونا يا مرحبا أهلا وسهلا لهون بتكون خلصت جولتنا ببعض الأسواق وأكيد عام عن عام تعود حلب وتنفض عنها غبار الحرب شكرا للكون وشكرا للمتابعة شكرا لك يا سلمة تحياتنا لكل الجهود للكون ولكل الفريق الإعلامي من الإخبارية السورية المتواجد بحلب يعطيكون ألف عافية ودائما بدكرة الانتصار ما فينا إلا ما نترحم على أرواح شهدائنا اشتركوا في القناة